الوزيرة السابقة للبحث العلمي في مصر واحدة من أبرز العلماء والباحثين في مجال علاجات الأورام في مصر والعالم كانت الباحثة الشابة بقسم الكيمياء الحيوية في كلية العلوم بجامعة عين شمس قد خطفت الأنظار فور تخرجها بامتياز ثم بعد حصولها على الماجستير والدكتوراه من طب قصر العين ليتم تعيينها على الفور معيدة في المعهد القومي للأورام تميزت الدكتورة نادي زخيري بدراستها في مجال تطوير العلاجات الجديدة للأمراض السرطانية وتطبيق التقنيات الحيوية في مجال الطبي ونشرت العديد من الأبحاث في الدوريات العالمية المتخصصة وشاركت في مشاريع بحثية رائدة على مستوى العالم اخترت الدكتورة زخيري لعضوية المجلس القومي للمرأة ورئاسة اللجنة الوطنية للمرأة في العلوم والمشاركة في مجلس العلوم الدولي قعض في لجنته التأسيسية وتعاونت الدكتورة نادي زخيري في أبحاثها مع جامعة نيويورك وسهمت في تدريس الكيمياء الحيوية والبروتينات في جامعتي القاهرة وجورجيا الأمريكية وشاركت في العديد من المجالس واللجان العلمية ومنها أكاديمية نيويورك للعلوم وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المصرية أشرفت الدكتورة زخيري على نحو 60 رسالة ماجستير ودكتوراء ونشرت 67 ورقة بحثية حول العوامل المسببة للسرطان وعلامات الأورام عملت الدكتورة نادي زخيري على تجديد معامل بيولوجيا الأورام بطب قصر العين كما اهتمت بتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية محليا ودوليا لرفع مستوى الأبحاث العلمية في مصر وتبانت مبادرات لدعم البحثين والمبتكرين ونشر الثقافة العلمية بين الشباب